بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نتحدث عن حكم وسائل التواصل الاجتماعي عامة مثل الفيسبوك أو اليوتيوب أو التيك توك وهل الأموال التي تجمع من هذه التطبيقات حلال أم حرام هنا لا بد أن نشير إلى أن هذه التطبيقات ما هي إلا وسائل أو أدوات فالحكم عليها بالحل أو بالتحريم يتوقف على ما يقدم من خلالها فإن كان ما يقدم هادفا ويحص على الأخلاق الطيبة يساعد على انتشار الفضيلة ويقدم معلومة دينية أو دنيوية مفيدة فلا شك في جوازه أما إن كان ما يقدم يجتمل على ما فيه من مخالفات شرعية أو قانونية ككشف العورات التلامث بين النساء ودجال الأجانب وما فيه إصارة الغرائض أو ما فيه من بث للأفكار الهدامة التي تتعارض مع أصول الشرع فحينئذ لا شك في تحريمه وعدم جوازه وفي الحقيقة أنا لست من أنصار ترك هذه المنصات وهجرها لأصحاب الشهوات والضللات بل على النقيد من ذلك أني أدر أصحاب الفكر السوي والدين الوسطي إلى صد صغرات هذه التطبيقات وجعلها منصات للتعريف بالدين الإسلامي وسماحته وبيان أحكامه ففي هذا يكون الخير هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم على وعد بلقاء متجدد نترككم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته